انطلقت في تونس حملة الانتخابات البلدية التي ستشهد مشاركة أكبر لأكثر من ألفين قائمة لثلاثمائة وخمسين بلدية تمتد الحملة إلى الرابع من مايو آيار المقبل على أن تجرى الانتخابات في السادس من ذات الشهر تعتبر الانتخابات البلدية هي الأولى من نوعها في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العبدين بن علي في يناير 2011 حملة لانتخابات بلدية هي الأولى في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العبدين بن علي قبل أكثر من سبع سنوات لكن الشارع التونسية يبقى متذبذبا إزاء مؤسسة لطالما اعتبرها طرفا هاما في مشاكل البلاد في نص القانون الانتخابي ان شاء الله تصير بلدية وان شاء الله وقت يقضي ويصدقني بأنه موقع الحق وينص القانون الانتخابي التونسي خلال الحملة على ضرورة حياد مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام الممولة من قبل دافع الدرائب إضافة إلى دور العبادة وتعترف الهيئة المستقلة للانتخابات بصعوبة مهمتها في مراقبة مختلف الحملات في تونس مثلا ما زلنا في موجة التشكيك التشكيك المتبادل بين الكل وتعرف نحن وعلي حتى الهيئة تعرضت مثل هذا التشكيك هذا الهيئة ونحن في صلب الهيئة نواجهها بسياسة تصغالية نواجهها بكشف الحقاق دائما بنكون صرحة في كل شيء كما تقر الهيئة بأن هاجسها الأكبر يتمثل في قبول كل القوى السياسية بقواعد اللعبة في كل انتخابات أي هاجس هيئة انتخابية لا تقبل النتائج طبيعي أي حكم يدير مقابلة ولا تقبل نتيجة مقابلة هو هاجس وتدخل أكثر من ألفين وسبعين قائم انتخابية السباق في ظل توجه نحو توسيع صلاحيات البلديات كما ينص على ذلك الباب السابع من الدستور سيكون على المرشحين إقناع الناخب التونسي بجدوى برامجهم خلال ثلاثة يسابيع هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الشارع لمزيد من الاستقرار على المستوى المحلي هذه المرة بسانبوني بي 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 سي تونس